هدوء حذر يسود القدس المحتلة بعد موجة إدانات عربية ودولية لاحتداءات قوات الاحتلال على حرمة المسجد الأقصى المبارك وعلى مرتديه خلفت سقوط عشرات الجرحى إلى جانب اعتقال المئات من الفلسطينيين في نبرة غير معهودة لاحتواء غضب الشارع الفلسطيني من جهة وإنهاء الضغوط العربية والدولية المتصاعدة عليها من جهة أخرى جراء إقدام قواتها على اقتحام المسجد الأقصى المبارك والاحتداء على المصلين قالت سلطة الاحتلال الإسرائيلية إنها حريصة على الحفاظ على المقدسات وعلى الوضع القائم في الأقصى حكومة محمود عباس في المقابل وصفت تلك التصريحات بالأكاذيب وبأنها محاولة مكشوفة لتضليل المجتمع الدولي والرأي العام لإخفاء انتهاكاتها وجرائمها ضد المقدسات لافتة إلى أن الاحتلال ليس من حقه التصرف في القدس باعتبارها جزءا لا يتجزأ من فلسطين المحتلة أما في الضفة المحتلة وفي غزة المحاصرة فالمشهد مختلف حيث ينتظر أن يقدم الكيان الإسرائيلي على ما عزم عليها من إصدار قرار يقضي بتمديد الإغلاق على المنطقتين وذلك بالتزامن مع ما يسمونه بعيد الفصح اليهودي في ظل التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة تعهدت القوى الفلسطينية والأجنحة العسكرية للفصائل في جنين بمواصلة المقاومة والتحدي حتى دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس